نستهل معرض الصحافة اليوم بجريدة الشروق اليومي والتي عنونت الدياراس كشف فضيحة الطريق السيار والتعذيب أكذوبة حيث أشارت الصحيفة إلى استمرار محاكمة المتهمين في فضيحة الطريق السيار أمام محكمة الجنايات بالعاصمة لليوم السادس على التوالي حيث ميزته مرافعة النائب العام الذي وصف الوقائع بالخطيرة والتي مست بالاقتصاد الوطني وشوهد صمعة الجزائر التي كانت في مرحلة البناء وجذب المستثمرين الأجانب الشروق اليومي عنونت كذلك أحد صفحاتها الاحتقان في قمة السلطة ينفجر عبر الأفلان والأرندي وشبهت الوضع الذي يعيشه كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي هذه الأيام الإرهسات التي عاشها هذان الحزبان في بداية 2013 والتي انتهت كما هو معلوم بإزاحة كل من عبدالعزيز بالخادم وأحمد أويحيا جريدة الخبر سلطت الضوء على إنعاش الاقتصاد في الجزائر بعنوان اقتصاد يسير بعقلية اشتراكية فقد تحدثت الصحيفة عن حضور حكومة عبدالمالك سلال والتدابير الجديدة التي ترمي إلى إنعاش بورسة القيم في الجزائر وتشجيع مؤسسات عمومية وخاصة للتداول مشيرة إلى معاناة بورسة الجزائر من الجمود في ظل تردد الشركات في الانضمام إليها وغياب المحفزات الكافية لمؤسسة مالية هي الأضعف حاليا في المنطقة العربية فضلا عن سيادة التسير الإداري البيروقراطي بآليات أقرب للتسير الاشتراكي القديم جريدة البلاد تحدثت في أحد صفحتها عن التوصيات المتعلقة بالنسق السنوي للزمن المدرسي تحت عنوان مطالب برفع عدد أيام التعليم الفعلي السنوي إلى ما بين مائة وتسعين ومائتين وأربعين يوماً حيث أكدت النقابة على ضرورة رفع عدد أيام التعليم الفعلية للوصول إلى المعايير الدولية التي تعادل المائة وتسعين والمائتين وأربعين يوماً دراسياً في السنة بعدما تبين أن الطفل الجزائري لا يدرس سوى مائة وثمانين يوماً فقط كما اقترحت النقابة إعادة توزيع فترات التعلم والراحة والتقييم بصفة متوازنة بين الفصول الثلاث ونختم معرض الصحافة لنهار اليوم بجريدة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية والتي قامت بتسليط الضوء على الحادثة المأسوية التي وقعت مؤخراً بمنطقة الأبيار بعنوان بعد الوفاة المأسوية لرمزي حي الأبيار يعيش حالة غليان حيث يعيش سكان المنطقة حالة صدمة بعد اغتيال الصبي الصغير رمزي البالغ من العمر 11 سنة